وكأنها أيام مبارك الأخيرة في مصر هكذا وصفت صحيفة Financial Times البريطانية الأوضاع الحالية في الجزائر وسط تصاعد الاحتجاجات الشعبية المناهضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية الرئاسية الخامسة فالنظام الجزائري يسير أو ربما يستدرج نحو المنزلق ذاته الذي انزلق إليه نظام مبارك في مصر عام 2011 فالرئيس بوتفليقة أو من ينوب عنه يرسل برسائله المتأخرة دوما واحدة تلو الأخرى من دون أن يلبي الحد الأدنى من مطالب الشارع الغاضب هو فقط يطلق الوعود التي تضمن له البقاء في السلطة ولو لعام واحد بينما يتجاوب شكليا مع المتظاهرين بالتعهد بإجراء انتخابات الرئاسية المبكرة بعد السنة على أن لا يكون واحدا من مرشحها غير أن للجزائريين على ما يبدو حسابات أخرى فسقف المطالب الشعبية لا يتزحزح عن رفض استمرار بوتفليقة في الحكم وزخم الشعب في تصاعد ربما يسد الطريق أمام أي محاولة من جانب النظام للالتفاف على صوت الناس في الشارع بل إن الأوراق اختلطت على الساحة السياسية حتى انسحب المرشحون البارزون للانتخابات الرئاسية ليجد النظام نفسه أمام خيارات محدودة للخروج من هذا المزق وبحسب محللين فإن معطيات المشهد الجزائري ترسم احتمالات ثلاث ربما يسلك النظام أحدها فإما أن يتراجع عن ترشيح بوتفليقة ويعلن تأجيل انتخابات استجابة لمطالب الشارع أو يقدم على إجراء الانتخابات في موعدها ليفوز بوتفليقة بولاية خامسة مع تهديئة الشارع عبر تدخل الجيش كضامن لخالطة الطريق المقترحة في رسالة الرئيس الأخيرة أما الاحتمال الثالث فربما يتصاعد الحراك الشعبي ويصر النظام على المضي قدما نحو إجراء الانتخابات مع اعتماد القبضة الأمنية سبيلا لإسكاة الشارع الغاضب الأمر الذي يفتح بابا نحو منزلق خطير ربما تدخل به الجزائر في طريق مجهول اشتركوا في القناة